لنرى تقلبات في أسواق العملات المشفرة بعد هزة قوية ضربت منصة تداول العملات الرقمية والمشفرة للبيتكوين باينانس أثارت مخاوف عدة أهم المخاوف فرح أن تلحق شركات هذا القطاع المتقلب كثيرا بتأثير الدومينو بسبب عوامل أبرزها عقبات قانونية وتشريعات تنظيمية تسنها باستمرار الحكومات وثقة المستثمرين المتفائلون يرون أنها ستكون أساس التعامل فيما يعرف بالاقتصاد البديل مستقبلا أما المتوجسون فيرون أن العملات المشفرة تعمل في بيئة طبابية أخرهم الملياردير الأمريكي ألا ماسك الذي أعلنت شركته تاسلا أنها ستتوقف عن قبول هذه العملة كوسيلة دفع بطبيعة الحال لا أحد يستطيع التنبؤ ليبقى السؤال مطروحا هل وجدت العملات المشفرة لتبقى وتستبدل الأنظمة المصرفية القديمة أم أنها ستزول الإجابة على هذا السؤال ينضم إلينا من بيروت نادرة ديرانية الاستشارية في العملات الرقمية صباح الخير نادر يعني أشخاص كثر خسروا ملايين من سوق العملات الرقمية ملاحقات قضائية لمدراء لشركات كبرى كانت في هذا المجال هل وصلت العملات الرقمية إلى خاتمتها سيد نادر؟ يسعد صباحك أكيد لم تصل إلى خاتمتها طبعا العملات الرقمية كما نميز دائما تنقسم إلى نوعين المركزي واللا مركزي يعني من حوالي 25 ألف عملة موجودة وما أكثرهم أيضا جميعهم مركزيون بمعنى هناك خادم وهناك مطورون يستطيعون السيطرة على هذه العملة وحتى أشهرهم اللي هو الإثيريوم والبي أمبي ولكن يوجد عملة واحدة هي البيتكوين اللامركزية التي لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها فمن هون نميز لمن يستمع إلينا أو للمستثمر أو للمتداول بأن الاستثمار بالبيتكوين هو وضع مالك بعملة لا مركزية لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها وهذا الأمر مهم جدا بتغيير التعامل مع المال أو كيفية إدارة المال والاستثمار بينما باقي العملات الأخرى فهي مثلها مثل أي أصول أخرى يتم التعامل فيها كالعقار والذهب وأي أمر آخر فلا أظن نحن وصلنا إلى نهايتها بالعكس نحن في البداية فهو تكنولوجيا دائم في تطور وأيضا عالم العملات الرقمية في اختراعات تفيد يعني باقي القطاعات الأخرى ويتم الاستفادة منها بقطاعات أخرى وأهمها البلوكتشين التي نرى اليوم المصارف تسارع إلى استخدامها من أجل حفظ بياناتها وإظهار الشفافية وعدم القدرة على التلاعب بالبيانات كيف نصف سيد نادر واقع العالم العربي سواء على صعيد حجم التداول أو الإقبال عليها وهل هي أيضا في العالم العربي آخذة بالتصاعد؟ نعم نعم اليوم بالعالم العربي أو بالعالم بشكل عام المشكلة التي تواجهها العملات الرقمية أو عالم العملات الرقمية هي القوننا والتشريعات فبعض الدول سارعت إلى القوننا وسارعت إلى وضع التشريعات وضوابط وأولها كان أمريكا التي اليوم باينس تواجه فيها قضية وغيرها من المنصات أيضا تواجه قضايا هناك بأمريكا وأيضا بأوروبا ببلاد مثل السويسرا عاصمة المال يوجد قوننا وتشريعات ولكنها ما تزال في طور التطور هي لا تشمل كل شيء حيث أن عالم العملات الرقمية دائم التطور ودائما ما يظهر أمور جديدة فبالبداية كان هناك فقط عملات رقمية يمكن أن يتم شراءها أو بيعها منسميها باللغة الإنجليزية spot بعت واشتريت بعدين صار في العقود الآجلة بعدين ظهر في عنا شيء اسمه الـ NFT الـ Non-Fungible Tokens أو الأصول الغير قابلة للنقل يعني مثل الصور وغيرها بعدين تلع في عنا برودكس أو منتجات قدمتها هذه المنصات على سبيل المثال الـ Loans يعني أصبحت تحل محل المصارف من حيث أني أنا أضع عندها بعض العملات الرقمية وأخذ عليهم قرد ممكن أيضا أني حتى حط عملاتي الرقمية لديهم وهني بعدين أقوموا باستثمارهم وأعطائي فوائد عليهم يوجد أيضا وهذا من النقاط التي لا يتم الحديث عنها عن منصة بايننس عندها ذراع مالي قوي من سميه الـ VC سميه الـ Venture Capital الصناديق الاستثمارية التي قدمتها للعالم تحت عنوان Labs أي المختبر بحيث أنه يتم إطلاق مشاريع جديدة وعملات جديدة تحت رعاية وحضانة بايننس وهنا نحكي عن استثمارات بمليارات الدولارات وهذا أمر خطير جدا وهام جدا هناك مثلا منصة لإطلاق عملات جديدة لانشباد الموجودة على بايننس وغيرها فهذا التطور المستمر يجعل من القوانين دائما متراجعة خطوة أو خطوتين وبحاجة إلى اللحاق وهناك دول تسارع إلى التشريع وهناك دول تفضل الانتظار نرى بالاتحاد الأوروبي أن هناك تشريع هام اختصاره ميكا يحاول أن يضبط جميع الجوانب الخاصة بالعملات الرقمية وتعدين العملات الرقمية وكيفية تقديمها وحماية المستهلك حماية بياناته أيضا وحقوقه ولكن العملات الرقمية أو التكنولوجيا التي الموجودة خلف العملات الرقمية هي دائمة سيد نادر أنت تحدثت عن جانب تحفيزي إلى حد ما وكأنك تتحدث عن أن العملات الرقمية ما تزال في بداية تدحل رغم التقلبات طيب أنا كشخص أسأل ربما سؤال يرد على ذهن الكثيرين لماذا يحذر منها وورن بوفت؟ لماذا ينسحب منها أيلون ماسك؟ يرفض الآن شركات أيلون ماسك ترفض قبول الدفع بها؟ لماذا تسرح باينينس آلاف الموظفين في الفترة الأخيرة؟ كل هذه العوامل الحقيقية التي أراها أنا كمتابع لا تشهد لي إلى أن هذا المجال يمضي بوتيرة إيجابية على ما يبدو أن العكس أقله بما نراه الآن سؤال حضرتك منطقي وفيه من الحكمة الكثير ولكن إذا سمحت لي أحب أصرح بالبداية أنه أنا مستخدم أستخدم منصة باينينس وأستخدم غيرها من المنصات وأيضا أصرح بأنه لدي عقود تداول يعني صفقات تداول على منصة باينينس يعني طفوق الستة أصفار حاليا ونحن نتحدث فأنا يهمني جدا أني أعرف واتأكد من مصير منصة باينينس لأنه هناك جزء كبير من استثماراتي موجودة على هذه المنصة هذا القصريح لأنتقل نقطة شبيهة فيه وارين بافت وأمثاله بنوا ثروتهم كلها من التداول بأسواق الأسهم فلا يمكن لرجل عنده كل هذا التاريخ وعنده كل هذا الإثباتات النفسية لألو أن أسواق الأسهم هو ناجح جدا وكوان له هذه الثروة أنه يقول لك لا روح إلى مكان آخر يتحكم فيه شخص آخر غيره هو فيما خص ألون ماسك والكل يعرف أن هذا الرجل هو نابغة من الناحية التقنية ولكن من الناحية الاجتماعية وأنا متواضع برأيي بحقه من الناحية الاجتماعية ألون ماسك شخص نعتبره الأنجزايتي دائما العصبية ربما يعني يحب الظهور يحب أن يكون هو موضع الاهتمام وهو أيضا يعني عنده هذا ما بعرف ما معنى الأنجزايتي يعني بمعنى أنه فهو شخص اجتماعيا غير ناجح وعلى فكرة التوتر صحيح صحيح وهو يحب دائما يكون هو محط أنظار الحديث فهو يدخل إلى عالم البيتكوين ويخرج منه هو يدخل إلى أي عالم آخر مثل ما ورّت الناس بعملة مركزية اسمها الدودش اللي هي على صورة حيوان الكلب وبعدين خرج منها واليوم أي تويت بيعملها عن الموضوع لا تلاقي أي صدى بعالم العملات الرقمية هون سيد الكريم إذا برج على سؤال حضرتك التداول أمر خطير جدا فكما يمكن أن تربح يعني مبارح بالليل من الساعة 12 بالليل لليوم ارتفع سعر البيتكوين من 27 ألف دولار إلى 28 ألف دولار يمكن أن أسوق لحضرتك فكرة أنه انظر يمكن أن أنت تعمل ربح ألف دولار ولكن هذا الأمر غير صحيح فيه هناك مخاطر لازم نقول أنه ممكن أنك تخسر كل رأس مالك فالتداول هو أمر بحاجة إلى علم وبحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى إدارة مخاطر فأنا أسأل نفسي كم أملك من المال الإضافي لأقوم باستثماره بمشروع عالي المخاطر ومن ثم أبدأ بعالم الاستثمار أما في مخص حفظ جزء من ثروتي وأنا أتكلم عن نفسي شخصيا بالبيتكوين تحديدا اللامركزية هو أمر هام جدا بالنسبة لي وأعطيك مثال كوني لبناني يعني في لبنان المصرف المركزي قام والمصارف الأخرى قام بالسيطرة على أموال جميع اللبنانيين واقتطاع ما يشاءون من الأموال وحتى اليوم نرى أن اقتصاد البلد قد انهار عندما أضع مالي في مكان أنا أملكه بنفسي لا يسيطر عليه أي أحد آخر فأنا أستطيع أن أقوم باستثماره بإرساله باستلامه بالسفر به فهذه القدرة أو هذه الميزة اللامركزية أمر هام جدا لمن احترقت يده ومنزله وبلده أتمنى لك سيد نادر أن تكون حققت أرباحا طائلة من هذه العملية وبطبيعة الحال هناك الكثير من المخاطر التي يجب الالتفات لها نشكرك جزيل الشكر نادر الديراني الاستشاري في العملات الرقمية كنت معنا